في ظل حروب وأزمات وأوبئة هددت أكبر الكيانات الاقتصادية نجحت الدولة المصرية في تحويل الاقتصاد المصري إلى وحدة من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم وهو من عكس إيجابياً على زيادة معدلة الاستثمارات وزيادة فرص العمل ومعدلات الإنتاج وزيادة حجم الصادرات أيضاً اتخذت مصر كثير من الإجراءات الإصلاحية التي حولت حالة القلق لدى المستثمرين من السوق المصرية إلى حالة من الثقة والسعي للتوسع خاصة أن السوق المصرية تعد واحدة من أكبر الأسواق التجارية على مستوى العالم حيث شهد مناخ الاستثمار خلال الفترة الأخيرة كثير من الإصلاحات المؤسسية الهادفة إلى تيسير الإجراءات وتبسيطها على المستثمرين من إطلاق حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر مروراً بتحويل مصر إلى مركز صناعي وتجاري ولوجستي عالمي مؤثر في سلاسل القيمة العالمية إلى إطلاق وثيقة ملكية الدولة وتأكيد القيادة السياسية إزالة جميع العقبات التي تواجه المستثمرين وتتميز السوق المصرية بالتنوع في مجالة الاستثمار خصوصاً في قطاع التقى الجديدة والمتجددة الذي يمثل أولوية كبيرة بالنسبة لمصر ومجال التنقيب عن الغاز وتسييله وتصديره حيث تسعى مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا كذلك جاء الاهتمام غير المصبوخ بالبنية التحتية كأحد أهم مفاتيح الاستثمار عبر تنفيذ شبكة طرق تعد الأهم في تاريخ مصر الحديث لتسييل حركة النقل والتحرك بين محافظات الجمهورية وتطوير منظومة السكة الحديد لنقل البضائع وإنشاء قناة السويس الجديدة وتطوير المواني التجارية وإنشاء ثمانية مطهرة جديدة وإنشاء محطات الكهرباء الجديدة فضلاً عن توفير الأيد العاملة المدربة والتكنولوجيا الحديثة والتحول إلى مصر الرقمية خطة الإصلاح التي أعلنتها الدولة وعملت على تنفيذها أسهمت كثيراً في دعم السوق المصرية وجعلتها قادرة على المنافسة ما يؤكد أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح لأن تصبح واحدة من أقوى الاقتصادات الناشئة في العالم ترجمة نانسي قنقر